بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليم كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر المخصصات المتصلة ثم بعد ذلك يريد بعدها المخصصات المنفصلة وعد المخصصات المتصلة فذكر خمسة وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض فأما الأربعة الأنواع الأول فإن إجماع أهل العلم قد انعقد كما حكاه غير واحد على أنها مخصصة وأما النوع الخامس فإن فيها خلافاً سيرده المصنف بعد قليل قول المصنف رحمه الله تعالى والمتصل أي والمخصصات المتصلة والفرق بين المتصل والمنفصل من حيث الحقيقة أن جميع المخصصات المتصلة كلها مانعة بينما المخصصات المنفصلة قد تكون مانعة وقد تكون رافعة ومعنى كونها ليست رافعة أعني المخصصات المتصلة لأنها أثبتت خروج جزء من دلالة اللفظ من حين التلفظ به وسيأتي إن شاء الله نزاع يسير في الاستثناء وحده من المخصصات المتصلة فيما يتعلق بكونه مانع لا رافع أولها كما ذكر المصنف الاستثناء المتصل عبر بالمتصل لأنه إذا كان منفصلاً فإنه لا يكون مخصصاً وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في قضية أن عدم الاتصال هل يخرجه عن التخصيص أم لا فيكون استثناءً منقطعاً أم لا وسيأتي الخلاف في محله إن شاء الله قال والشرط كذلك وسيفصله المصنف والصفة والغاية كلها سيفصلها المصنف الخامس قال وزاد بعضهم بدلوا البعض والذين زادوا هذا المخصص هو الآمدي وابن الحاجب ولكن كثيراً من الأصوليين لم يرده وممن أنكر كونه مخصصاً الصفي الهندي وبعض شراحي المختصر كالأصبهاني وغيره ولذا فإن المصنف تبع كتاب جمع الجوامع في عدم ذكر هذا المخصص وإنما الذين أثبتوه هو الآمدي وابن الحاجب فقط دون من عداهم من الأصولين والحقيقة أن بعضاً من فقهاء مذهب الإمام أحمد يعبرون بكون بدل البعض مخصصاً فقد علل بذلك الموفق في المغن مرة وعلل به أيضاً الشارح ابن بعمر وعلل به أيضاً في موضع آخر البهوتي في شرحه للمنتهى ومن أمثلة التخصيص ببدل البعض ما جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم في السائمة إذا كانت أربعين شاتاً أو شاتاً فقوله في الغنم في السائمة هذا من باب البدل بدل البعض من الكل فيكون ذلك مخصصاً وأما الذين أنكروا ذلك الصفي الهندي وصاحب جمع الجوامع فيقولون لأن اتصال بدل البعض من بدل الكل يدل على أنه كالمطروح بالكلية وسيأتي إن شاء الله سبب آخر في الخلاف حينما نتكلم عن مسألة هل استثناء ما لو لاه لجازة أم لا وجب دخوله في المستثنامه وسأتي إن شاء الله المسألة نعم مسألة هذا هو المخصص الأول وهو الاستثناء وسنأخذه اليوم إن شاء الله والباقية نكمنها غدا الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلا طيب قول المصنف الاستثناء إخراج إلى آخره هذا التعريف الذي عرفه المصنف هو المشهور في كتب الفقهاء وغيرهم فقد ذكره في المنتهى وذكره كثير من الأصوليين والفقهاء والحقيقة أن هذا التعريف ليس شاملا لجميع صور الاستثناء وإنما هو خاص بالاستثناء النحوي الذي يكون بآلة وهي إلا وغير وسوى وغير ذلك من الأمور التي أوردها المصنف وسنذكرها بعد قريب لأن الفقهاء يتوسعون في استعمال لفظة الاستثناء فيدخلون في الاستثناء التعليق على المشيئة ويجعلون كذلك التعليق على الشرط شبيها بالاستثناء بل إن الحديث قد جاء صريحا في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فاستثناء وقصده ومراد النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء أي قال إن شاء الله وهو باب التعليق على المشيئة ولذا فإن الفقه في باب الاستثناء في الطلاق والأيمان يريدون فيه التعليق على المشيئة إذن فهذا التعريف في الحقيقة هو تعريف الاستثناء عند النحويين لا عند الفقهة وفي استعمال الشارع نبه على ذلك الشيخ تقييدين وقول المصنف رحمه الله تعالى إخراج هذا التعريف بكونه إخراجا هو تعريف أكثر النحويين واللغويين وتبعهم أكثر الأصليين وهو كذلك ويذلك سيأتينا إن شاء الله تفصيل ما معنى الإخراج إذ الأصل في الإخراج أن يكون داخلا ثم خرج بعد ذلك وهل هذا الإخراج إخراج للمستثنى من المستثنى منه لفظا بعد الدخول أم يمنع دخوله ابتداء هذه ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قريب وقول المصنف بعض الجملة المراد بقوله خروج بعض الجملة لأن طبعاً لا المراد بالجملة نفسها وإنما المراد ما اجتملت عليه الجملة من معاني فقوله إخراج بعض الجملة أي إخراج بعض ما اجتملت عليه الجملة من المعاني والدلائل وقوله بإلى إلى هذه يسميها أهل اللغة بأم باب الاستثنى وهي الأصل فيه ولذا قال أو ما قام مقامها يعني مقام إلى وهي حروف محصورة نص على كونها محصورة كثير من النحويين ونص عليه القاضي وبن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم فحروف الاستثنى محصورة نعم هناك رزاع في بعض أدوات الاستثنى هل هي منها أو ليست منها لكنها محصورة ولا شك قال أو ما قام مقامها وهو قوله وهو يعود إلى ما يقوم مقام إلا قال وهو غير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلى وهذه التي أوردها المصنف إنما هي أمثلة وليس حصراً لجميع أدوات الاستثنى التي أوردها أهل العلم فإن من صور أدوات الاستثنى التي أوردوها واتفقوا عليها ما عدا وما خلا ومع ذلك لم يذكرهما المصنف وهناك أيضاً أدوات أخرى فيها خلاف بين النحويين من متكلم واحد وقيل مطلقا نعم قول المصنف من متكلم واحد معناها أنه لا بد أن يكون موقع الاستثناء والمستثنى منه شخصاً واحداً فيوقع جملة حاوية على المستثنى والمستثنى منه معاً إذ قوله من متكلم واحد أي الاستثنى وليس لازماً أداة الاستثنى كما قلت لكم فإن الفقه يتوسعون في الاستثنى فيدخلون ما ليس فيه أداة كالتعليق على المشيئة وغيرها إذن فقوله من متكلم واحد إن لا بد أن يكون الاستثناء من نفس من تلفظ بالمستثنى منه ولا يصح من غيره وهذا قول أكثر إن لم يكن جميع الأصوليين والفقه فيما يذكر قال وقيل مطلقاً هذا قول حكي عن بعضهم ولم أقف على تسميته من الذي قال إنه يصح أن يكون الاستثناء من غير المتكلم والسبب في ذلك أنه قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عض شجر الحرم فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر فهؤلاء الذين قالوا إنه مطلقاً أرادوا أن يخرجوا من قيد سيأتي ذكره وهو أنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه متصلاً وأن لا يفصل بينهم فصل طويل ففي هذه الواقعة العباس فصل كلامه بين المستثنى والمستثنى منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلكي يخرجوا من الأول وقعوا في هذا الأمر وهو أنه لا بد أن يجوز أن يكون الاستثنى من غير المستثنى من غير المستثنى أو من غير المتلفظ بالمستثنى منه وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر نعم قال وهو المراد بقوله وهو أي الإخراج في الاستثنى بدأ يفصل الإخراج الذي هو في الاستثنى ما هو قال وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة أي لو لا ورود الاستثنى لوجب دخول بعض المعاني التي اجتملت عليها جملة المستثنى منه في الجملة المتلفظ بها لغة أي باعتبار دلالة اللغة لا باعتبار العرف ولا باعتبار الاستعمال وقوله عند الأكثر أي عند أكثر النحويين والأصوليين والفقهاء بل أغلب أصولي مذهب الإمام أحمد ينصون على ذلك من نص على ذلك القاضي وتلامذته كأب الخطاب وبن عقيل وجزم الشيخ تقي الدين وتلميذه بن مفلح أن هذا قول أصحاب أحمد جميعا وهو وجوب دخوله لغة قال وقال قوم لجاز أي قال قوم ونكروا ولم يبيّن منهم إنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله بدل لوجب لجاز دخوله لغة فيمكن أن يكون قد دخل في مدلول الجملة الأولى وقد لا يكون يمكن دخوله فيه فيكون من باب الجواز هذه المسألة التي خالف فيها البعض هل لها ثمرة أم لا؟ قالوا نعم إن لها ثمرتين الثمرة الأولى ما ذكرت لكم قبل قليل وهي مسألة هل يكون بدل البعض من مقيدات المطلق ومخصصات العموم أم لا؟ قيل إنها مبنية على هذه المسألة فمن قال إنه إن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة فإنه لا يكون ذلك مقيدا ومن قال جاز قال إنه يدخل من أهم الثمرات وهي التي يريدها القاضي وتلامذته يريدون هذه المسألة عندها وهي مسألة ستأتينا إن شاء الله وهي مسألة هل الجمع المنكر يمكن أن يستثنى منه أم لا؟ هذه المسألة ستأتي إن شاء الله فالذين يقولون إن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله يقولون إن الجمع المنكر لا يستثنى منه لأن الجمع المنكر لا عموم له وأما الذين يقولون يجوز دخوله فيقولون إن الجمع المنكر يريد عليه الاستثناء الذي بمعنى التخصيص وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله بعد قليل وما يتعلق بها إن شاء الله وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء طيب قبل أن نذكر في الخلاف هذه المسألة من المسائل الحقيقة التي هي مسألة عقلية وذلك أنهم لما ذكروا أن الاستثناء هو إخراج قالوا ينبني على ذلك تناقض كيف؟ قالوا لأن المرأة إذا أتى بلفظ ثم أخرج منه شيئا آخر فإنه يكون متناقضا نضرب لذلك مثالا فلو أن رجلا قال قام القوم إلا زيد فلو كان القوم قاموا جميعا ثم بعد ذلك استثنى زيدا فإنه لم يقم لكان تناقض إذ بالجزء الأول قد قام الجميع وبالجزء الثاني الذي هو التخصيص بالاستثناء أخرج زيدا من عدم القيام فيكون قد قام بأول الجملة وخرج بآخرها وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الدلالة في لفظ الاستثناء هل هو؟ ما هو؟ طبعا على ثلاثة آراء وهذا الاستشكال الذي أوردوه هنا أورده ابن القيم في بدائع الفوائد وأطال عليه وقال إنما أورده بعض المتأخرين من الباقلان فمن بعده وهو يسمونها استشكال التعقل بمعنى هل يعقل وجود استثناء أم لا ثم ذكر نحو ما ذكرت لكم وهذا الاستشكال قد تكون له ثمرة واحدة سأذكرها عندما أنتهي من ذكر الأقوال في هذه المسألة نعم فالأكثر فالأكثر المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة وإلا قرينة كالتخصيص بغيره نعم يقول القول الأول قول الأكثر ونسبة هذا القول الأكثر هو قول ابن الحاجب وقد تبعه المصنف نصا بأنه قول الأكثر وقد جزم المرداوي أنه مذهب أصحاب الإمام أحمد وقال هذا مذهبنا ومذهب الأكثر كذا قال المرداوي قال فالأكثر أي قول الأكثر المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة يعني أن الذي يتلفظ فيقول عشرة إلا ثلاثة لفظة عشرة وحدها المفردة يراد بها سبعة فقط لفظة عشرة يراد بها سبعة فتكون من باب إطلاق الكل وإرادة البعض إذن فالدلالة على السبعة موجودة في لفظة العشرة المفردة وهذا معنى قوله المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة فالسبعة أخذناها من لفظ العشرة فتكون العشرة من باب إطلاق الكل وهو العشر وهو العشرة وإرادة البعض وهو السبعة ثم قال وإلا أي وأدات الاستثناء إلا قرينة قرينة على ماذا قرينة على إرادة البعض بالكل وأنه يراد بالعشرة سبعة قال كالتخصيص بغيره أي كما أنه يخصص بالصفة فالصفة يراد عندما تقول جاء الرجال الطوال فهذه الصفة خصصت المراد فقصدك بالرجال الطوال فقط وهكذا قال كالتخصيص بغيره أي كالتخصيص بغيره من المخصصات المتصلة التي سبق بيانها عندي هنا تعليق في قول مصنف إنه قول أكثر من أصحابنا الحقيقة أن نسبة ذلك لأصحاب الإمام أحمد فيه تأمل ووجه ذلك أنهم قد صرحوا بأن الأعداد نصوص لا تحتمل إلا معناً واحداً فكيف تقول إن العشرة تدل على السبعة وذلك فإن هذا القول نسبته لأصحاب مذهب الإمام أحمد أو الأكثر عموماً خلاف لما قال به الحاجب ابن الحاجب فيه نظر بل إن ابن الحاجب قد نقض هذا القول وضعفه وذهب للقول الثالث الذي سأريده بعدما يريد المصنف القول الثاني وقال ابن الباقلاني عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كسمين مركب ومفرد يقول وقال ابن الباقلاني أبو بكر يسمى القاضي إذا أطلق القاضي غالباً في كتب الأصول فإنه المقصود به ابن الباقلاني قال وقال ابن الباقلاني طبعاً هنا نكتة لأن ابن القيب لما تكلم عن هذه المسألة في بدائع الفوائد قال وقال القاضي وكان كثيراً من المحققين ظنوا أن المراد بالقاضي القاضي أبو يعلى مع أن الأصل في كتب الأصول إذا أطلق القاضي فهو الباقلاني طيب قال وقال ابن الباقلاني عاشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة القول الأول يقول إن عاشرة هي التي تدل على السبعة والقرينة أخرجت الباقي الباقلاني يقول إن اللفظ المركبة كله يدل على السبعة وذلك قال عاشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة فيكون لفظ سبعة له لفظان مشتركان كلاهم يدل على نفس المعنى عاشرة إلا ثلاثة وسبعة وذلك قال كاسمين مركب ومفرد أي فيكون لها إسماني أحد الإسمين مركب وهو عاشرة إلا ثلاثة ومفرد وهو سبعة وهذا القول الذي قال به ابن الباقلاني رده ابن الحاجب بالإجماع فقال إن الإجماع عند اللغويين منعقد على أن الاستثناء إخراج ولا يمكن أن يكون إخراجا عندما نقول إنه مركب في الدلالة على المعنى وليس ذلك صحيحا وما قاله ابن الحاجب في ذلك هو الصواب طيب القول الثالث في المسألة والحقيقة أن القول الثالث له حظ من النظر أقوى من القول الأول والثاني ولكن المصنف لم يورده ولا أدري لم مع أنه أخذ عبارة ابن الحاجب ثم إن ابن الحاجب رد القولين الأولين لذين أوردهما المصنف ولم يذكر المصنف قول الثالث الذي أخذه ابن الحاجب القول الثالث أن الاستثناء من المستثنى منه يكون فيه المستثنى منه مرادا ثم يخرج المستثنى بعد ذلك ثم يحكم بالإسناد بعده تقديرا فيكون كاللفظ الواحد تقديرا لا لفظا وهذا القول طبعا وبناء على ذلك فإنه إذا قال عشرة إلا ثلاثة فعشرة على سبيل الانفراد تدل على العشرة لا كقول أصحاب القول الأول ويمكن تجزئتها عن المستثنى منه لا كما يقول أصحاب القول الثاني لكن لما جاءت هذه الجملة عشرة إلا ثلاثة متصلة بها فدلالتها باعتبار الاتصال تجعلها كاللفظة الواحدة وأما دلالتها على سبيل التجزئة فإنه تجعلها معاني مختلفة وهذا القول هو الذي صححه ابن الحاجب ورجحه جمع من المحققين كالصفي الهندي في النهاية وممن اختاره من أصحاب الإمام أحمد ابن القيم في بدائع الفوائد واختاره أيضا ابن قاضي الجبل ورجحه من نحو سبعة أوجه ومفهوم كلام الشيخ تقييدين أيضا يؤيد ذلك وعلى ذلك فيكون الفرق بين هذا القول وبين المذهب الأول الذي نسبه ابن الحاجب للأكثر كما ذكر ابن بهادر في البحر أن القول الأول يكون الأفراد بكمالها غير مرادة في المستثنى منه بينما هنا تكون مرادة ولكن الاستثناء إنما هو لتعيين النسبة لا للدلالة على عدم الإرادة نعم طبعا ما هي ثمرت هذا الشيء؟ ثمرته شيء واحد ذكر ابن القيم قال إنه ينبني على ذلك مسألة وهو ما ذكره الخلال أن الرجل إذا تلفظ بلفظ لا يمكن رفعه هل يرتفع أم لا؟ وذلك إذا قال الرجل لزوجه نساء طوالق إلا فلانة أو زوجته طالق بالثلاث إلا واحدة فقد اختار الخلال أن هذا الاستثناء لا يرفع الطلق لأنه لما دخل الاستثناء لما دخل جميع الطلاق وكان سيخرج بالاستثناء نقول إن الاستثناء لا يرفع الطلاق فإذا وقع لا يرتفع وإذا كان الخلال يرى أن الطلاق لا يرتفع بالاستثناء وهذه رواية يعني غريبة وشاذة وحكم عليها بالشدود يعني اجتهاد من الخلال بناء على أنه أخذ بالقول الثالث وفهم بالإخراج أي الإخراج بعد الوقوع حقيقة وإنما هو في الحقيقة باعتبار التجزئة كما جاءها القول الثالث فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص نعم هذا يعني تفريع على الخلاف السابق فيقول الشيخ أولا الاستثناء على قول الأكثر وهو القول الأول في تقدير الدلالة في الاستثناء قال تخصيص أن يكون تخصيصا لأنه إخراج بعد إدخال فيكون الاستثناء له معنى منفصل عن المستثنى منه وعلى قولنا إنه تخصيص إلا أنه ليس إلا أنه بينه وبين سائر التخصيصات المتصلة فروقات وقد ذكر القاضي فرقين وأبو الوفا ذكر فرقين كذلك وجمع هذه الفروق وسبكها سبكا جيدا الطوفي في شرحه على المختصر وعلى قول ابن الباقلاني ليس بتخصيص نعم ليس بتخصيص لأنه أصبح لفظة مركبة دالة على معنى فلا يكون من المخصصات إذن هذه المقدمة جاء بها المصنف لثامرة واحدة هل استثناء تخصيص أم أنه ليس بتخصيص وأما أكثر الأصولين فيرون أنه من المخصصات المتصلة إلا كلام ابن الباقلاني فلا يرى أنه من المخصصات طبعا بناء على الكلام الثاني القول الثالث الذي ذكرت لكم قبل قليل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي عن الشيخ تقييدين أنه يرى أن المخصصات المتصلة في حقيقة أمرها ليست من باب التخصيص على سبيل الإطلاق لأن التخصيص إذا أردنا أن نطلقه فهو إخراج بعد إدخال بعد دخول المعاني جميعا في اللفظ الكلي وهي تقدم معناه حيث عنها في الدرس الماضي نعم مسألة نعم لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد وأصحابه نعم بدأ يتكلم مصنف عن أول الشروط المتعلقة بكون الاستثناء مخصصا فإنه إذا عدم هذا الشرط فإن الاستثناء لا يكون مخصصا وإنما يكون استثناء منقطعا أي بمعنى لكن يقول الشيخ لا يصح الاستثناء أي لا يصح الاستثناء الذي يكون مخصصا فيخرج جزءا من الجملة قال لا يصح الاستثناء من غير الجنس أي من غير جنس المستثنى منه عند أحمد وأصحابه أما أحمد فقد نص على ذلك فقد نقل إسحاق بن منصور أنه نقل له قول سفيان أن سفيان سئل إذا قال رجل لك عندي مئة دينار إلا فرسا إلا ثوبا فقال سفيان هذا محال من الكلام يأخذ بالمئة وأما الاستثناء طبعا فيلغو هذا قول سفيان فقال أحمد لما سمع قول سفيان قال كما قال أي كما قال سفيان قبل أن أشرح هذا الأثر هناك فائدة أصحاب الإمام أحمد عرف بعضهم بأنه كان ينقل فقه أحد العلماء ويسأل أحمد عنه فإسحاق بن منصور كوسج معروف أنه أتى بفقه سفيان الثوري وسأل عنه أحمد وقد سأل أحمد عنه مرتين كما تعلمون وأما إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي فقد أخذ فقه محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وسأل أحمد عنه فكان أغلب المسائل مقارنة بين فقه محمد بن الحسن وبين فقه أحمد ومسائل الشالنجي لو وجدت لكانت مسائل عظيمة وقد شرحها أحد العلماء الكبار وكتابه يعتبرون أعظم مشروح فقه الحديث وهو كتاب المترجم أو المترجم لا أدري كيف يضبط أهو اسم فاعل أم اسم مفعول للجوزقاني وينقل عنه بالرجب ربما لوقوفه عليه وكذلك بعض كان يسأل عنه عن فقه أهل المدينة وهكذا طيب هذه المسألة نقلت عن أحمد أخذ بقول سفيان وصرح بأنه لا يستثنى الفرس والثوب من الدنانير لاختلاف الأجناس وقوله وأصحابه هذا قول أغلب أصحاب الإمام أحمد منهم ممن جزم بذلك أبو محمد التميمي في رسالته والخرقي والقاضي أبو يعلى وأول خطاب وابن عقيل وابن الزاغون في كتاب الإضاح ومن المتأخرين أبو البركات وابن مفلح وابن الحافظ وغيرهم ومعنى ذلك أنه كل استثناء يوجد من غير جنسه بأن يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى فإنه يكون استثناء منقطعا هكذا صرحوا به وبعضهم يعبر بأنه يكون مجازا كما قال أبو الخطاب نعم خلافا لبعض الشافعية ومالك نعم قوله خلافا لبعض الشافعية ومالك حيث قالوا إنه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا ويكون استثناءا حقيقيا وهذا القول حكاه التميمي أبو محمد عن بعض أصحاب الإمام أحمد ولم يسم ولم يسم هو ولا أبو البركات الذي نقل عن التميمي هذا الكلام من قال به ولكني وقفت على أن ابن عقيل في جزء له صغير اسمه جزء في الأصول قد صرح في الانتصار لهذا القول فيقول ابن عقيل في جزء له في الأصول في الرد على أشاعره قال الاستثناء عندنا يجوز من غير الجنس كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قال وإبليس ليس من جملة الملائكة فممن قال بذلك ابن عقيل ونسبه لبعض أصحاب الإمام أحمد وإن كان أغلبهم على القول الأول نعم والأشهر عن أبي حنيفة صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط نعم قول المصنف والأشهر لأن أبا حنيفة اختلف في نسبة هذا القول إليه وقد تبع المصنف في هذا القول أبا البركات المجد بن تيمي هو ابن مفلح فنسب المصنف ولمن تابعه نسب لأبي حنيفة أنه يصح في المكيل أو الموزون من أحدهما في الآخر فيصح استثناء المكيل من الموزون واستثناء الموزون من المكيل هذه الطريقة الأولى في حكاية مذهب أبي حنيفة الطريقة الثانية طريقة أبي الخطاب فإن أبا الخطاب نسب لأبي حنيفة كقول الشافعية والمالكية المتقدم وهو أنه يصح مطلقا والطريقة الثالثة ولعلها هي الأصوب وهو الموجود في أغلب كتب الحنفية ما قرره الشيخ تقييدين فقد ذكر الشيخ تقييدين أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد رحمة الله على الجميع إنما يقولون إنه يصح الاستثناء إذا كان مما يثبت في الذمة سواء كان من الجنس أو لم يكن من الجنس وأما إن استثنى ما لا يثبت في الذمة يعني الذي يصح بيعه في السلم فإنه لا يصح الاستثناء فيه وعلى ذلك فقد يكون الذي يثبت في الذمة هو المكيل والموزون فقط على قول وقد يكون أكثر من ذلك فالذي يثبت في الذمة على مذهب أصحاب أحمد المكيل والموزون والمعدود والمدروع أربعة على المشهور وبناء على ذلك فإن ضبط قول أبي حنيفة بما حكى الشيخ تقييد أدق وليس معنى ذلك أن ما نقل هنا خطأ بل هو صواب لكن بناء على أن ما يثبت في الذمة إنما هو المكيل والموزون فالأولى أن يذكر المناط أولى من ذكر التفصيل نعم وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان نعم قوله هو في صحة أحد النقدين من الآخر هذه لها أمثلة غالبا في الأقارير فيقول رجل لفلان علي ألف دينار إلا ألف درهم أو العكس فهل يصح ذلك أم لا ذكر المصنف أن فيه روايتين المصنف هنا حكى أنها روايتان بمعنى أنهما منصوصتان يعني الإمام أحمد وأما طبعا وقد تبع في ذلك ابن أبي موسى في إرشاد فإن ابن أبي موسى حكىها روايتين وكثير من أصحاب الإمام أحمد يحكونها وجهين أي عن أصحاب أحمد ولا يحكونها روايتين عن الإمام وهاتان الروايتان حكاهما جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهما في الإنصاف وغيره الأولى وهو المنع أنه لا يصح استثناء الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب وهذا هو المذهب الذي اعتمده المتأخرون كما قال المرداوي والرواية الثانية أو الوجه الثاني أنه يجوز وهذا الذي مشى عليه الخراقي وصوبه المرداوي يعني المذهب الأول ولكنه صوب الثاني والمرداوي في الإنصاف إذا قال الصواب كذا فمعناه أنه رجح بالقاعدة وبالدليل ولم يرجح بالكثرة الكثرة والكثرة يبنيها على المذهب نعم وفي المغني يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر نعم يقول الشيخ وفي المغني أي أن الموفقة في المغني ذكر أنه يمكن الجمع بين الروايتين في جواز استثناء أحد النقدين من الآخر بحمل رواية الصحة التي جاءت بالجواز على ما إذا كان أحد النقدين يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه فعلى سبيل المثال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار من الذهب باثني عشر درهما وجاء أنه في بعض الأزمنة صار الدينار بعشرة دراهم فعلى كون البلد الدينار بعشرة دراهم إذا قال لك دينار إلا ثلاثة دراهم فهذه بمثابة النسبة إلا ثلاثة من عشرة ومثله أيضا يقال فيما إذا كان سعر الصرف في العملات مثبت كالريال مثلا مع الدولار مثبت فحينئذ يصح الاستثناء وإلا إن كان يتغير في كل يوم فإنه لا يصح حينئذ الاستثناء هذا ما حمله عليه صاحب المغني وقبل أن طبعا قوله يعبر بأحده مع الآخر فنشرحها باختصار هذه مسألة فقهية وهم يقولون أن الدمانير قد يعبر عنها بالدراهم مثال ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا قطع في اليد إلا في ربع دينار جاء ابن عمر رضي الله عنه فحكى الحديث بتعبيره هو فقال لا قطع إلا في ثلاثة دراهم فالدنار يطلق على اثنى عشر درهما فيعبر عن نصفه بستة وعن ربعه بثلاثة فهذا عبر بالفضة عن الذهب أن يعبروا بالدراهم عن الدنانير هذا مراد قول المصنف يعبروا بأحده معنى الآخر وهذا الذي جاء عن ابن عمر أحد التوجيهين على خلاف المشهور لأن المشهور أن نصاب الذهب والفضة الذي يقطع به هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم وأما الرواية الثانية فإنهم جعلوه ربع دينار فقط وأن الدراهم إنما هو من باب التقويم وليس من باب التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم نعم وخرج أبو الخطاب منهما صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقة نعم قول المصنف وخرج أبو الخطاب تخرج أبو الخطاب هذا موجود في كتاب الهداية في الفقه فإنه قال في كتاب الهداية متى ثبت هذا مذهبا لأحمد فاستثناء الثوب من الدراهم جائز على هذا التقدير إذ لا فرق بينهما هذا ما صرح به في كتاب الهداية وهو معنى قوله صحة الاستثناء من غير الجنس فيكون لأحمد قول موافق لقول مالك أو كثير من المالكية والشافعية وهذا التخرج الذي خرجه أبو الخطاب في الحقيقة رد عليه أبو الخطاب نفسه في التمهيد وأنكر ذلك فإنه وجه كما وجه ابن قدامة بأن الذهب على رواية الصحة أن الذهب والفضل يكونان كالجنس الواحد من هذه الجهة نعم ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر وسلم القاضي وابن عقيل صحته نعم الجمع المنكر مثل رجال فهل يصح أن يستثنى منه أم لا مثل لو قال كلم رجالا إلا زيدا أو أطعم رجالا إلا زيدا ونحو ذلك هل هذا الاستثناء يكون تخصيصا أي استثناء متصلا أم لا يكون تخصيصا فيكون استثناء منقطع يقول الشيخ ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر فأكثر الأصولين لا يرون ذلك لماذا قالوا لأن الجمع المنكر عندهم ليس عاما وما ليس بعام فلا يدخله الاستثناء وذلك عندهم كلمة وإن كان عليها تحفظ عند بعض الأصوليين أن معيار العموم دخل الاستثناء وهذه الكلمة دائما يكررونها معيار العموم دخل الاستثناء فحيث حكمنا أن الجمع المنكر ليس عاماً فإنه لا يدخله الاستثناء وإن ورد فيكون منقطعاً وهذا معنى قول مصنف عند الأكثر وقد سبق معنا أنها مخرجة على الأصل الكلي أن من قال إن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة فإنه يقول لا يمكن ذلك إذ رجال لا تدل على استغراق الرجال وإنما دلالة رجال وهو الجمع المنكر كما تعلمون سبق معنا إنما تدل على أقل الجمع وهو الثلاثة وما زاد عن الثلاثة فهو ليس دالاً عليه لكن محتمل له فيكون باب الاحتمال له قال الشيخ وسلم القاضي وابن عقيل صحته تعبير القول المصنف وسلم ليس معناه أنه يرى صحته لا بل إن القاضي وابن عقيل يرون المنع كالقول الأكثر بل قد نقل عن ابن عقيل أنه قال اتفقوا وأجمعوا على أنه لا يدخل الاستثناء على الجمع المنكر نقله في المسودة ولكن معنى قوله وسلم أي أنه ما قال إن سلمنا بدخول الاستثناء على الجمع المنكر فإنه يكون في هذه الحالة استثناء منقطعاً نحو ذلك من التوجيهات التي أوردوها بأنه يكون باب المجاز أو يكون باب التوسع في الكلام ونحو ذلك من التوجيهات التي ذكرها بن عقيل وشيخه القاضي إذن فقوله سلم ليس معناه أنه أخذ به وإنما قال وإن سلمنا فيحتاج لمن يعرف التسليم أن يعرف توجيههم فإنهم موجهوه بأنه من التوسع في الكلام ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر نعم هذا بل هو قول الناس قاطبة بناء على إلغاء القول الشاذ وحكي الإجمع عليه وأغلب الأصريين يطلقون الكلام مما يدل على أنه داخل عندهم نعم وشد بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله خاصة نعم قوله وشد بعضهم ذكر المصنف في كتابه القواعد أن هذا القول حكاه بعض المتأخرين فليس مشهورا عند متقدم أهل اللغة ولا غيرهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله خاصة لما؟ قالوا لأن الله عز وجل هو العالم بما يخرج من دلائل الألفاظ وأما غيره من الآدميين فإنه ربما لا يتم كلامه ولا يكون عارما بدخول المستثناء من المستثناء منه هذا الكلام في غاية السقوط نعم مسألة نعم هذه المسألة أورد فيها المصنف شروطا لاستثناء لا جميع الشروط لأنه سبق معنا أن من الشروط أنه لا بد أن يكون المستثناء منه من جنس المستثناء ولعل السبب في عدم إراد المصنف لذلك الشرط في الشروط للخلاف القوي الذي سبق ذكره ربما مع أنه سيرد خلافا أيضا بعد قريب نعم شرط الاستثناء نعم قوله شرط الاستثناء أي شرط الاستثناء الاصطلاحي الذي يكون به تخصيص العموم وليس الاستثناء المقطع أو الاستثناء المجاسي وإنما الاستثناء الاصطلاحي نعم الاتصال لفظا أو حكما نعم هذا هو الشرط الأول وهو أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه لفظا بمعنى أن يكون متواليا بعده هذا معنى وجود الموالاة والاتصال أو حكما قالوا ومعنى كونه متصل حكما أي لا يوجد أنه يوجد انفصال لكن هذا الانفصال ملغي قالوا مثل التنفس ومثل السعال ومثل صلة الكلام جاء الرجال الطوال الكبار من أوصافهم إلا فلانا فيكون من باب الصلة من المستثنى منه وهكذا ومثله أيضا نحو ذلك من يعني الأشياء ليسير العادية مثل بالعرق وغيره كما سبق إذن هذا الأمر الأول نعم الاستصال لفظا الأمر الثاني الاتصال نعم اتصال لفظا نهينا وهذا الاتصال يعني حكما وهذا الاتصال حكما نعم كنقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع نعم قوله عند الأكثر أي عند الأكثرين وسيأتي من خالف فيه كسائر التوابع قوله كسائر التوابع أي توابع مثل المبتدى والخبر وتعبيره كسائر التوابع تحت من الاحتمالين الاحتمال الأول أن مراده بكسائر التوابع لأن التوابع مجمع على أنه لا بد أن تكون متصلة ببعضها وهذه طريقة الطوفي وغيره في التعليم ولكن الشيخ تقي الدين له تفصيل فيرى أن التوابع ملحقة بالاستثناء وقصده بالتوابع أي التوابع التخصيص وهي الصفة والغاية وغيرها فقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن سائر التوابع تأخذ حكم الاستثناء فيما لو وجد فيها انفصال فيجري فيها الخلف فلو كان الاستثناء بحتى أو بشرط أو بصفة وبينها وبين المستثناء منه فصل فنقول يخرج فيها الخلف وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وذكر أنه يبنى عليه مسائل كثيرة جداً وأطال في تبيينها في المسودة وعن ابن عباس إلى شهر نعم بدأ يسرع المصنف الأقوال المقابلة بقول الأكثر فأورد أولها وهو قول ابن عباس رضي الله عنه أنه يكون إلى شهر ونسب هذا القول ابن عباس ولم أقف عليه مسنداً عن ابن عباس وإنما وقفت عليه عند ابن حزم مسنداً إلى سعيد بن جبير التقدير بشهر مسند إلى سعيد بن جبير وفي الغالب أن سعيد بن جبير يأخذ فقهه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقيل سنة نعم قوله وقيل سنة هذا القول مسند لابن عباس أي وقيل أن ابن عباس قال بجوازه سنة وهذا القول رواه ابن جريد طبري وسعيد بن منصور في سننه وصحح إسناده الزريراني وقال إن إسناده صحيح عن ابن عباس نعم وقيل أبدا نعم قال وقيل أبدا أي والقول الثالث عن ابن عباس أبدا أي مطلقاً ولو طالت المدة كذا قيده بالتأبيد أبو الخطاب وقد أسنده عن ابن عباس ابن حزم في المحلة والتقدير بالمطلقاً أبداً هي رواية نقلت عن الإمام أحمد وأنكرها بعض المحققين فالذي نقل هذه الرواية هو القاضي أبو الحسين ابن بيعلى في كتاب له اسمه المفردات في الأصول هذا اسمه فقال إن أحمد اختلفت عنه الرواية إحدى الروايتين أنه يصح الاستثناء في اليمين بالله مع انقطاع يمينه وأطلق قال وهو مذهب عبد الله بن عباس ونسبها رواية لأحمد وقد أنكر هذه الرواية ابن رجب فلما حكى قول القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى قال هذا لفظه بحروفه لكي لا يقولون أني فهمت كلامه وإنما قال هذا لفظه بحروفه ثم قال ابن رجب وهو ظاهر أن الرواية الأولى كما حكي عن ابن عباس من صحة الاستثناء في اليمين وإن طال الفصل ولا أعلم أحدا من الأصحاب حكى ذلك عن أحمد نعم حكية أقول لك ليس مطلقا لم يقل به أحد فيما نسب عن أحمد إلا ما حكى أبو الحسين ابن بيعلى وهذه يدلنا على أن هناك روايات قد تنسب لأحمد ويكون ناسبها قد أخطأ في ذكر قيت نعم هناك رواية ستأتي إن شاء الله في الأقوالة بعدها نعم وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر نعم هكذا نقله المصنف وقد أسنده أيضا عن سعيد بن جبير ابن حزم في المحلى فذكر أن سعيد قال إن قال بعد أربعة أشهر إن شاء الله فقد استثناء نعم وعن عطاء والحسن في المجلس وأومأ إليه إمامنا في الاستثناء في اليمين نعم جاء عند عبد الرزاق أن الحسن قال له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام إذا اتصل وهذا الأثر من ابن الحسن يدلنا على أن العبرة بالاتصال في المجلس إذا اتصل أي في المجلس ولم يفصله في كلام المهم عندي في قول المصنف وأومأ إليه إمامنا أي إمام أحمد في الاستثناء باليمين أخذ هذا الإماء طبعاً والإماء هو المفهوم يقابله النص من كلام أحمد أخذ هذا الإمام مما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد أنه سئل أن الرجل إذا حلف بالله ثم سكت قليلاً ثم قال إن شاء الله فقال أحمد فله استثناءه فله استثناءه هذا نص من أحمد أو يعني كما عبر القاضي أبو يعلى قال وظاهر هذا ليس نصاً وقال وظاهر هذا جواز الفصل بزمن يسير ما دام في المجلس فحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على اتحاد المجلس وذلك سموه إماء ولعل ابنه أبو الحسين ابن أبي يعلى أخذ من هذه الرواية الإطلاق مطلقاً لكن حقيقة أن هذه الرواية لم يفهم منها ذلك على الإطلاق فقد رده ابن عقيل فإنه لما ذكر فهم شيخه أبي يعلى لهذه المسألة قال وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافاً لأن أحمد سهل في اليمين إذا سكت قليلاً ثم قال إن شاء الله وهذا يكون محمولاً على اليسير ولا يعد فصلاً طويلاً فكأنه سكوت يسير بمثابة السعال والتنفس ونحوه هكذا حمله عليه ابن عقيل والعجيب أن ابن عقيل قد أنكر على شيخه مرة فيما نقل عنه أن شيخه كان يجمع بين الروايات فإذا جاءت روايتان عن أحمد جمع بينهما وجعلهما رواية واحدة فحمل المطلق على المقيد فرد عليه تلميذه ابن عقيل وقال بل واجب أن تنزل كل مسألة التي في محلها في هذه المسألة انقلبت الصورة فالقاضي حملها على وجهين أو على روايتين عن أحمد وتلميذه جمع بين الروايتين فجعلهما رواية واحدة وهذه دلنا على أن هذه القواعد إنما هي قواعد أغلبية من جانب ومن جانب آخر هي قواعد ذوقية إن صح التعبيب فقد تكون الذائقة أحياناً يرى لدلائل معينة تنقذ في ذهن شخص أن الجمعة أولى أو أن الحكاية للأقوال أولى طيب إذن هذه الرواية التي نقلت عن أحمد هذه الرواية في الحقيقة رواية قوية وممن قال بهذه الرواية جماعة من أصحاب أحمد فقد نقلها صاحب الإرشاد بن بموسى عن بعض أصحاب أحمد وجزم بها الشيخ تقييدين فيما نقل عنه وقيل إن قول الشيخ تقييدين هو القول الثاني الذي بعد هذه وهل يلزم إذا كانت في المجلس الواحد عدم الفصل بكلام أم لا جزم أبو الفرج الشيرازي في المبهج أنه ولو تكلم فإنه يكون مستثنياً وأما زركشي ففي شرحي الخرقي قال يجب أن تحمل على الاتصال فيكون لها قيدان عدم التكلم واتحاد المجلس نعم القول الأخير وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر نعم قال وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر هذا الذي حمله عليه الزركش كما ذكرت لكم قبل قليل وهذا هو تحقيق قول الشيخ تقييدين فإن الشيخ تقييدين يقول مدام في مجلس ولم يأخذ في كلام آخر فإنه يجوز له الاستثناء والحقيقة أن هذه الرواية يعني رواية منقولة عن أحمد وصريحة جداً فقد حمل حديث بن عباس حينما قال نبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزونا قريشاً والله لأغزونا قريشاً والله لأغزونا قريشاً ثم سكت ثم قال إن شاء الله ولم يغزي ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم حنث أو كفر فدل على أن هذا الاستثناء مقبول وهكذا أحاديث كثيرة جداً نقلت وهذا الاستثناء عن قريب وليس مطلقاً كما نقل عن أحمد العباس فأقرب أمد وجدنا أن الشارع اعتبره في قرب الألفاظ هو اتحاد المجلس لكن بشرط أن لا يتكلم بكلام يفصل عنه وقلت لكم أن هذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين ثمرتها غالبة في الأيمان وسيأتينا مسألة النية إن شاء الله بعد دقاء لكن في الأيمان مثلاً وفي الطلاق كذلك ونحوها نعم وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر نعم قوله تشترط نية الاستثناء عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وهو المذهب وهناك رواية في المذهب أنه لا تشترط النية وقد نقل الزريراني أن هذا هو ظاهر كلام المتقدمين وأن بعض المتأخرين وافقهم كأبي محمد ونقل القاضي أن أنها متوجهة يعني يتوجه أنه لا تشترط النية في الاستثناء وقد أطالوا هل هذا القول يعني يعني صحيح أم لا ممن أطال على ذلك الزركشي وممن أطال على ذلك أيضاً الشيخ تقيي الدين وعلى العموم فإن نية الاستثناء نيتان لكي نفهم المسألة النية الأولى نية التلفظ به بأن لا يكون خطأاً فهذه يجب أن نقول إنها باتفاق والنية الثانية النية التي تكون سابقة له أي قبل التلفظ بالاستثناء نفسه فهذه هي المسألة التي تكلم عنها المصنف نعم ثم فرع فقال الشيخ نعم وهل تشترط قبل تكميل المستثناء منه أو من أول الكلام أو يصح ولو بعده أقوال أقوال ثلاثة شرع المصنف رحمه الله تعالى في التفريع في مسألة نية الاستثناء متى يكون وقتها عند اشتراطها فذكر ثلاثة أقوال القول الأول أنها تشترط قبل تكميل المستثناء منه يعني أن نية الاستثناء يجب أن تكون موجودة عند المتكلم قبل أن ينهي آخر حرف من حروف المستثنى منه فلو أن رجلا قال والله لا أكلت طعاما فلابد أن يكون قد نوا قبل انتهاء كلمة طعام من التلفظ إذ لو فصل بين المستثنى منه والاستثنى بفاصل يسير أو بصلة ونحو ذلك فإراده النية في هذه الأثناء تكون بعده فلا يصح الاستثناء فحينئذ يحنث هذا القول الأول وهذا القول في الحقيقة هو المذهب باعتبار أنه قد قاله الأكثر ممن جزم بذلك القاضي أبو يعلى وأبو البركات المجد في المحرر والآدم في المنور كذلك وبن حمدان والدجيلي في الوجيز والطوفي وذكر المؤلف في القواعد أنه المذهب نعم وهل تشتر نعم القول الثاني نعم القول الثاني أن نية الاستثناء تكون شرطا عند أول الكلام فلو قال رجل لزوجه أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيجب أن تكون النية موجودة عند لفظ الهمزة من أنت وهو أول الكلام الذي تكلم به وهذا القول جزم به الساموري في كتابيه الفروق وأطال في التدليل له بل قال في كتابه الفروق لا أعرف في هذه المسألة رواية وعندي أنه لا ينفعه الاستثناء فيما بينه وبين الله عز وجل ثم حكى عن بعض الشافعية ويعني به أبا محمد الجويني أنه حكى الإجماع على هذه المسألة لكن طبعا هذا الإجماع غير صحيح فقد رد على هذا الإجماع الزريراني في تلخيصه لكتاب الفروق للساموري وقال إن هذه المسألة يعني فيها خلاف معروف ومشهور ثم إنه ضعف هذا القول فقال إن اشتراط الساموري للنية أن تكون مقارنة للنطق للهمزة إلى حين الفراغ من القاف أنت طالق ثلاثا قال لا دليل عليه وإنما اطلاق كلام الفقهاء إنما هو وجود نية لا وجودها عند أول الكلام القول الثالث الذي أورده المصنف أنه لا بد أن تكون نية الاستثناء موجودة لكن يجوز أن تكون موجودة عند أول الكلام وعند انتهاء المستثنى منه ويجوز أن تكون بعد تكميل ما ألحق به أي عند إراد الاستثناء وهذا القول يعني قيل إنه هو المفهوم من كلام ابن قدامه وقال إن مفهوم كلام ابن قدامه أنه لو نوى عند تمام يمينه وترفضه بها الاستثناء فأتى بالاستثناء بعد ذلك لصح قيل إنه هذا هو مفهوم كلامه ويحمل عليه القول الذي يقولون إنه لا تشترط النية فالذين قالوا لا تشترط النية يحمل قولهم على هذا القول الثالث نعم مسألة نعم لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر نعم هذا هو الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يكون الاستثناء منطوقا ولا يكون بالنية وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لكي نفهم هذه المسألة فقها في كتب الفقه هنا معنا في كتب الأصول يقولون لا يصح الاستثناء إلا منطوقا بينما في كتب الفقه يصححون الاستثناء نطقا فكيف نجمع بين الأمرين نقول إن الاستثناء نوعا إما أن يكون استثناءا من لفظ عام وإما أن يكون استثناءا من عدد فالمشهور مذهب أحمد وأصحابه أن الاستثناء من اللفظ العام يجوز بالنية وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في التخصص بالنية بينما الاستثناء من العدد لا يجوز بالنية مثاله رجل قال نساؤه طوالق واستثناء في قلبه فاطمة أو قال لا آكل طعاما واستثناء طعاما بعينه في نيته فالنية مخصصة ويقولون يقبل لكن لو قال نساؤه الأربع طوالق واستثناء واحدة لا يقبل إلا بالتصريح اللفظي قالوا لأن العدد قوي فلابد من الاتيان باستثناء يدل على الخروج والنية ضعيفة في الإخراج ومثله لو قال لا آكل هذه الأطباق الثلاثة ثم نوى واحدا منها نقول لا يصح إذن هذا هو تقرير المسألة فقه وبناء على ذلك فإن ما يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى يكون محمولا على الاستثناء من العدد فقط لا مطلقا لكي ينضبط ما يذكرونه في كتب الأصول مع ما ذكروه في كتب الفقه لأن مسألة التخصص بالنية جائز وسيأتي إن شاء الله نعم قال المصنف نعم في الشرط الثالث ولا يصح الاستثناء إلا نطقا والنطق يعني كما هو معلوم عند الجميع يقولون هو درجات أوله باعتبار الدنو أدناه يعني أن يحرك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه ثم أعلى منه أنه يسمع نفسه ثم أعلى منه أنه يسمع من بجانبه ثم أعلى منه أن يجهر به فيسمعه الحاضرون وهكذا إلى العلو الذي يكون لدرجة المؤذن والإيمان فإنه يستحب له الجهر بصوت عارب هناك خلاف المذهب في درجة النطق التي يجب الإتيان بها في الاستثناء فالمشهور عند المتأخرين أنه لا بد أن يكون نطقا يسمع فيه نفسه هذا المشهور عند المتأخرين وذلك أغلب المساء التي فيها نطق يشترطون أن يسمع نفسه والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أنه لا يلزم أن يسمع نفسه لأن أقل الكلام في حق الآدميين هو تحريك اللسان والصوت عفوا هو تحريك اللسان هو وجود الصوت وأقل الصوت يكون بتحريك اللسان والشفتي فمن حرك لسانه وشفتيه من الآدميين فإنه يكون في حقه ذلك كلام فإن ما صدر منه يكون كلاما وصوتا وبنانعه فيكون استثناءا وهذه مسألة فقط فائدة فقهية أوردتها هنا وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم من أصحاب أحمد وغيره وأما أحمد فقد نص عليها فقد قال أحمد فيما نقله ابن أبي موسى عنه أنه قال ولا يجوز الاستثناء حتى يتكلم به ونقل إسحاق بمنصور أن أحمد لما سئل أن يجوز للرجل أن يستثني في نفسه قال لا حتى يتكلم وهذا الذي نص عليه أغلب أصحاب أحمد بل إنه قيل إنه مذهب الأربعة كما قال بمفلح وغيره وقول الثاني نعم وقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية نعم قال وقال بعض المالكية إنه إن قياس مذهب مالك أنه يصح بالنية وهذا القول الذي حكاه المصنف عن بعض المالكية منقول في كتبهم ولكن محل هذا القول كما قيدها بمفلح في الاستثناء في اليمين فقط دون ما عدها في الاستثناء في اليمين فقط وأما مذهب أحمد فإنهم لا يجيزون في المشهور التقييد بالنية إلا ما جاء عن ابن القيم فقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يصح الاستثناء في الأيمان بالنية وقد قال ابن القيم إنه لا فرق بين الاستثناء في العموم والاستثناء في العدد فيصح الاستثناء بالنية هذا كان ابن القيم وأطال عليه في إعلام الموقعين نعم طبع ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة كقوله عليه السلام والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه نعم قال ويجوز تقديمه أي تقديم الاستثناء على المستثناء منه وبناء على ذلك فإن هذه الجملة نستفيد منها أنه لا يشترط فالاستثناء تأخير المستثناء منه عن تأخير المستثناء عن المستثناء منه و مثاله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فالاستثناء هو التعليق على المشيئة وقد ذكرت لكم أن الفقهة يسمون التعليق على المشيئة استثناء وهذا هو المرد فحينئذ يجوز تقديمه قال الحديث الذي رواه الشيخان طيب فقط عندي مسألة في مسألة قول مصنف عند الأئمة الأربعة تعبير المصنف بأنه عند الأئمة الأربعة يدلنا على أن المسألة فيها خلف وأن هذا الخلاف عند غيرهم وهو كذلك فإن الخلاف في هذه المسألة منقول عن شريح فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن شريحا قال إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وبناء على ذلك فإن شريحا يرى أنه إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى في صيغة التعليق فقط فإنه لا يؤثر أي لا يؤثر استثنى ولا يصح حينئذ وهذا القول الذي قال به شريح أنكره أهل العلم المتقدمون فإن إبراهيم النخعي لما نقل له قول شريح قال وما يدري شريح إنكارا منه لهذا القول وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول قول ضعيف وأنه يذكر هكذا قال يذكر رواية عن أحمد فنقله يعني من قول في بعض الكتب أنه رواية عن أحمد ولكن لم أجدها موجودة في كتب الأصول نعم مسألة استثناء الكل باطل باطل إجماعة بدأ يتكلم مصنف عن شرط الاستثنى فبدأ أولا في شرط المستثنى منه حيث العدد فذكر أولا أن استثناء الكل باطل أي لا يصح للشخص أن يستثني الكل لأنه يكون الجملة لا فائدة منها كأن يقول رجل جاء الرجال إلا الرجال ما يصح فالجملة تكون حينئذ غير مثمرة ومنها لو أن رجلا قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو رجل حلفا فقال والله لا آكل طعاما إلا طعاما فنقول حينئذ لا يصح هذا الاستثناء ويكون باطلا ومعنى قولنا إنه يكون باطلا أن يلغو الاستثناء وتثبت الجملة الأولى فمن قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو طالق واحدة إلا واحدة تطلق واحدة أو ثلاثا على حسب الجملة ومثله يقال أيضا في استثناء اليمين وقوله إجماعا هذا الإجماع حكاها كثير من أهل العلم منهم الموفق في المغني والزركشي وبالمفلح ومن غيرهم المازري في شرح التلقين والمازري يصح في ضبطه الفتح والكسر المازري والمازري ولكن الأفصح عندهم المازري بالفتح نعم نعم ثم إذا استثنى بعده فهل يبطل الجميع لأن الثاني فرع الأول طيب قبل أن نأخذ الأقوال انظر معي قوله ثم إذا استثنى بعده هذه في الحقيقة مسألتان وليست مسألة واحدة لأن إحدى المسألتين مبنية على الأخرى المسألة الأولى وهي مسألة هل يصح الاستثناء من الاستثناء أم لا شخص يقول جاء القوم إلا الرجال إلا زيدا جاء القوم إلا الرجال فاستثنى من القوم الرجال إلا زيدا فاستثنى من الرجال زيدا يقولون إن الاستثناء من الاستثناء صحيح وجزم به يعني لا أعلم أن أحدا خالف فيه أو لم أقف لم أقف على أحد خالف فيه وقبل أن ننتقل بعده وريد أن نفهم فائدة الاستثناء من الاستثناء الاستثناء من الاستثناء يعيد الجملة للأولى فالاستثناء الأول يجعل الإثبات نفيا والاستثناء الثاني يجعل النفيا إثباتا وعندما ستأتي إن شاء الله آخر المسألة اليوم وهي مسألة النفي والإثبات إذن عرفنا المسألة الأولى أن الاستثناء من الاستثناء صحيح طيب انظروا معي إذا كان هناك استثناء من استثناء وكان الاستثناء الأول باطلا فما حكم الاستثناء الثاني مثاله رجل قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة الاستثناء الأول باطلا الاستثناء الثاني ما حكمه أورد المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال أولها قال فهل يبطل الجميع يعني الاستثناء الأول باطل لا شك لأنه استثناء الكل وهو بإجماع باطل فيبطل الذي بعده لأن الذي بعده استثناء منه قال لأن الثاني فرع الأول هذا معنى قوله فهل يبطل الجميع لأن الثاني أي لأن الاستثناء الثاني فرع الأول أي فرع للاستثناء الأول وهذا القول قال به من فقهاء أصحاب الإمام أحمد جماعة منهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وصححه في تصحيح المحرر وبناء على ذلك فلو أن رجلا قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا واحدة فإنها تطلق ثلاثا ولو أن رجلا قال لآخرا لك علي عشرة إلا عشرة إلا واحدا فيجب عليه عشرة الغين الاستثناء الأول والثاني القول الثاني قال أم يرجع أم يرجع إلى ما قبله أم يرجع إلى ما قبله لأن الباطل كالعدم يعني أننا نلغي الاستثناء الثاني ونعمل الاستثناء الأول ونعمل الاستثناء الثاني مثال ذلك رجل قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فنلغي قوله الأولى إلا ثلاثا فكأنه قال زوجه طالق ثلاثا إلا واحدة فتطلق كم طلقته وفي قولنا أو في قول المقر له علي عشرة إلا عشرة إلا درهما نلغي الاستثناء الأول فيكون كأنه قال له علي عشرة دراهم إلا درهما فيكون عليه تسعة فيكون له تسعة أو عليه تسعة نعم وعلّل ذلك قال لأن الباطل كالعدم أي وجوده كعدمه القولة طبعا هذا القول قول في مذهب الإمام أحمد وحكوه على هذه الطريقة القول الثالث قال أو يعتبر ما يقول إليه الاستثناءات بمعنى أن ننظر للنتيجة ما هي النتيجة؟ ننظر لها فإن كانت أقل من النصف مجموعة الاستثناءات أقل من النصف فصحيح وإن كان أكثر من النصف ألغينا الكل مثاله لو أن رجلا قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فثلاث إلا ثلاث صفر إلا واحدة طلقه واحدة فتبقى لها طلقه واحدة فنقول حينئذ لا يصح لأنه استثناء أكثر من النصف لكن لو قال هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين فيكون النتيجة طلقه واحدة لأن ثلاثة ناقص ثلاثة صفر أو أقلب يعني احسب من العكس المستثناء ناقص ثلاثين ساوي واحدة فنقص الواحد من الكل فتصبح طلقتين فحينئذ نقول تصح وضح مثال وعيدة رجل قال لزوجه هي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين على القول الثالث هذا تطلق طلقة واحدة كيف ننظر في الاستثناء وحده قوله إلا ثلاثا إلا ثنتين كم واحدة فكأنه قال زوجته طالق ثلاثا إلا واحدة فتطلقوا واحدة فتطلقوا ثنتين عفوا فتطلقوا ثنتين أنا قلت إلا واحدة ننظر المثال الثاني ننظر المثال الثاني مبنى على المثلة بعد هذه لو أن رجلا قال لزوجه زوجه طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فننظر في الاستثناء قوله ثلاثا إلا واحدة كم ثنتين ثلاثة فتصبح الجملة كأنه قال زوجه طالق ثلاثا إلا ثنتين فيكون استثناء للأكثر ولا يصح استثناء الأكثر وستأثم استثناء الأكثر بعد قريب إذن فتنظر ما بعد إلى اجمع كل ما بعد إلى الأولى وأخرج النتيجة النهائية فإن كانت النتيجة النهائية النصف فأقل أو أقل من النصف فإنه حينئذ نقول تصح وإلا فيلغو جميعوا الاستثناء وهذا القول يعني أخذ به الفقهاء المتأخرون من صحاب أحمد أخذوا بهذا القول وهو أن العبرة بمجموع الاستثناءات كلها نص على ذلك جماعة منهم صاحب المنتهى وحواشيه فالمذهب عند المتأخرين على الأخير وما يقويه أن أبن مفلح قال إنه هو قول النحاة نعم فضل واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة نعم هذه المسألة هي التي يسميها لنا استثناء الأكثر والمراد بالأكثر ما زاد عن النصف وسنتكلم عن نصف بعدها هل يجوز استثناء النصف أم لا وهذه من المسائل المشهورة جدا وقيل إنها مفردات مذهب أحمد ألا أعف نعم وقيل إنها مفردات أحمد وسأتش إن شاء الله قال واستثناء الأكثر يعني ما زاد عن النصف من عدد مسمى تعبير المصنف من عدد مسمى لأن الاستثناء لنصف إما أن يكون للصفات وإما أن يكون الأعداد فالخلاف إنما هو محصور في الأعداد وأما الصفات فحكي الاتفاق أنه يجوز استثناء أكثر من النصف مثل يعني قول الله عز وجل إلا من اتبعك من الغاوين وأكثر بني آدم غاون وقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهذه طبعا لا تدو لكن إلا الغاون قد تكون أظهر نعم فالغاون هنا أكثر فقالوا لأنهم نصفات فلا تدخل معنا في القاعدة وإنما قاعدتنا في الأعداد فيما إذا قال خمسة ونحو ذلك قوله باطل معنى قول المصنف إنه باطل أي لا يكون الاستثناء صحيحا ولا مخصصا ما الذي يكون قالوا في هذه الحالة يكون رجوعا عن الإقرار والرجوع عن الإقرار غير مقبول أو رجوع عن إنشاء الطلاق والرجوع عن إنشاء الطلاق غير مقبول وهذا معنى قولهم إنه باطل وقول المصنف عند أحمد وأصحابه وأكثر النحا هذا هو المذهب الذي جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد كلهم ينصون على ذلك بل قال الموفق في المغني إن المذهب لا يختلف أنه لا يجب أنه لا يجب استثناء الأكثر طبعا وهو من مفردات المذهب الإمام أحمد ونفي النزاع في المذهب نفى النزاع أيضا غير الموفق نفاه أيضا الزركشي في شرحه على الخرق ثم قال المصنف خلافا لأبي بكر الخلال هذه القول الثاني مع أنهم نفوا الخلاف نفيهم الخلاف مع علمهم بخلاف أبي بكر الخلال يدل على أنهم ألغوه وكثيرا ما يلغون الخلاف الذي لا يجري على القواعد وهذه من القواعد الواضحة في المذهب فلذلك ألغوا خلاف أبي بكر في هذه المسألة قوله خلافا لأبي بكر المراد بأبي بكر هنا الخلال طبعا بعض النسخ الخطية فيها أبو بكر فقط بدون كلمة الخلال وفي بعضها الخلال والواجب أن يثبت كلمة الخلال لأن الحنابل إذا أطلقوا أبو بكر وسكتوا فيعنون به تلميذ الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ولام الخلال وإذا قالوا أرادوا شيخه الخلال فيقولون أبو بكر الخلال إلا صاحب المقنع فيما قاله الحارثي فقال إن صاحب المقنع يتساهل فيسمي الخلال بأبي بكر هكذا من غير نسبة قال والأكثر أي أكثر الفقهاء وهو المذاهب الثلاثة الباقية كلهم على هذا القول وفي صحة استثناء النصف وجهان نعم قول المصنف وفي صحة استثناء النصف وجهان فيما إذا كان له نصف مثل أن يقول له علي ألف إلا خمسمائة فهذه استثناء طبعا لو قال لك نعرف المساء لو أن رجل له على آخر ألف فادعى عليه فقال الشخص له علي ألف إلا ألف نقول تثبت الألف الأولى وصله والاستثناء يلغو لو قال له علي ألف إلا تسعمائة على المذهب على المذهب تلغو على المذهب تلغو الاستثناء ويثوت عليه الألف لو قال له علي ألف علي ألف إلا مئة فبإجماع يصح استثناءه فيبقى له تسعمائة يبقى عند المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألتنا هنا إذا قال له علي ألف إلا خمسمائة ففيها وجها الوجه الأول أنه يصح استثناء النصف وهو الذي مشى عليه في المنتهى الإرادات والمذهب الثاني أو الوجه الثاني في المذهب أنه لا يصح استثناء النصف فيكون النصف ملحقا بالأكثر وهذا الذي مشى عليه كثير من يعني فقهاء مذهب الإمام أحمد منهم ابن أبي عمر وابن المنجى في شرحهما للمقنع ومنهم أيضا الطوفي وقال إن قاعدة المذهب تقتضي ذلك أو قال الصحيح مذهبين ذلك الذي يظهر أنه على قواعد المتأخرين من المذهب أن الصواب القول الثاني لا مما شاعره صاحب المنتهى لماذا؟ لأن عندهم قاعدة المتأخرون يكثرون منها في غير هذا المحل يقولون إن النصف أكثر وبناء عليه فإنهم يقولون إن من اشتبه في ماله الحلال والحرام فيجب عليه أن يخرج أكثر ماله ونصف ماله الأكثر فإذا أخرج النصف فإنه حين إذن بريء الزمته لأنه لا يعرف مقدار الحرام في ماله إذن فعل قاعدتهم تلك الواجب أن نقول إن استثناء النصف لا يصح نعم فضل مسألة الاستثناء إذا تعقب جملاً بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر وإلى الأخيرة عند الحنفية نعم هذه المسألة يعني من المسألة التي أطال البحث فيها وقيل إن الحقيقة إنها لا تستحق هذا البحث لأنها إنما تفريعاتها في فرع أو فرعين أو ثلاثة لكن نمر على هذا المسألة الشيخ يقول الاستثناء إذا تعقب جملاً يعني لو أن جملاً وردت متوالية والمقصود بالجمل هنا ليس المقصود بها الجملة التامة من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وإنما كما هو اصطلاح النحويين وإنما المراد بالجملة هنا العدد سواء كانت أسماءاً أو كانت يعني ألفاظاً دالة على معنى مفيد فكل ما كان ذا عدد فإنه يكون كذلك يعني أن تكون اللفظة دالة على ذي عدد تكون لفظة دالة على ذي عدد وليست على أسماء مفردة بأشخاص قوله الاستثناء إذا تعقب جملاً بالواو العاطفة أي أن الجمل تكون معطوفة بالواو وتعبير المصنف بالواو هنا حقيقة أنه تبع فيه بعض الأصوليين وقد ذكروا أن هذا التقييد يقتضي قصر الحكم على المعطفات بالواو دون ما عدها وسبب ذلك لأن الواو تقتضي الجمع المطلق مع الترتيب كما تقدم معنا في معاني الحروف ولذلك فإنه ناسب أن يكون الحكم خاصاً بها فقط ولكن ذكر جمع من المحققين أن أصحاب أحمد يطلقون هذه القاعدة بدون التقييد بواو العاطفة وبناء على ذلك فسواء كان العطف بالواو أو بثم أو بالفاء فإن الحكم فيها سواء قرر ذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وكأنه مال لقوله الكناني في شرحه للمختصر الكناني العسقلاني طبعاً في شرحه للمختصر قال عاد إلى جميعها أي عاد الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة فيكون مستثنى من جميع الجمل كلها طبعاً بشرطين الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الاستثناء صالحاً لأن يعود للجميع فقد لا يصلح لها جميعاً والشرط الثاني كذلك أنه لا بد أن لا يرد دليل يدل على خلاف ذلك وقول المصنف عند الأكثر طبعاً نص عليه الإمام أحمد فجاء في مسائلس حاقب منصور أن أحمد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأم الرجل الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فقال أرجو أن يكون الاستثناء على كله أي على كل ما سبق فإذا استثناء يعني إذا استأذن فإنه يسقط والحقيقة أن هذا القول عليه غالب النصوص الشرعية لا جميع النصوص الشرعية فإن بعض النصوص الشرعية لا تدل على ذلك وهذا هو تحقيق المسألة فليست كل النصوص الشرعية عليه ولا على الخلافة وبناء على ذلك فإذا ترددنا في استثناء تعقب جملاً وليس عندنا دليل يدل على اختصاصه بالجملة الأخيرة أو بجميع الجمل فنقول إننا نلحقه بغالب معهود الشرع لأنها قاعدة لغوية فاللغة تجيز الأمرين معاً ولكن غالب معهود لسان الألفاظ الشارع تدل على ذلك وهذا الاستقراء طريقة لبعض أهل العلم في استقراء الأساليب القرآنية وهذه طريقة كثير من العلماء المفسرين المحققين الذين يعنون باستقراء الدلائل إذ القرآن جاء على نسق واحد وبلسان عربي مبين وأشار لهذا المعنى الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى فقد ذكر أن من تأمل القرآن وجد أن غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة إذا تعقبت جملاً وجدتها تعود إلى الجميل يقول الشيخ وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب يعود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الغالب لأنها قاعدة مضطردة أي أننا نجيز ذلك لكنه استثناء نعم القول الثاني وقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين الضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع نعم القول الثاني قوله وإلى الأخيرة أي وإلى الجملة الأخيرة عند الحنفية لأن الأخيرة هي أقرب مذكور كما قالوا في الضمائر وكما قال وسيأتينا إن شاء الله الخلافة أيضاً في الشرط قال وقال جماعة من المعتزلة من هؤلاء أبو الحسين البصري وقبله عبد الجبار فقال ومعناه قول القاضي في الكفاية سأرجع لتعليق معنى كلام القاضي في الكفاية إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع قوله إن تبين إضراب معنى أنه إن تبين إضراب يعني أن تختلف أنواع الجمل فيكون لكل جملة النوع قال إن تبين إضراب عن الأول أي عن الجملة الأولى فللأخيرة فيكون للأخيرة وإلا أي وإن لم يكن في الجملة إضراب فإن الاستثناء يعود للجميع ومثلوا بوجود الإضراب بأن يقول مثلا أكرم قريشا وجاء القوم إلا زيدا فالأولى أكرم والثانية جاء القوم فهنا في إضراب لاختلاف الأنواع قول المصنف رحمه الله تعالى ومعناه قول القاضي في الكفاية يبدو أن المصنف لم يقف على الكفاية وإنما اعتمد على المسودة وهو كثير الرجول المسودة فقد ذكر الشيخ عبد الحليم أن في الكفاية كلاما يرجع إليه وسكت ثم جاء تلميذ وهو الشيخ تقي الدين فذكر قال وحاصلوا كلام القاضي في الكفاية أنه يفرق بين الجملتين من جنس ومن جنسين وهذا الذي فهم منه يعني يعني المؤلف أنه بمثابة قول المعتزلة نعم قال أبو البرأ وحكي عن الأشعارية الوقف نعم حكي عن الأشعارية الوقف طبعا إلى أن يدل الدليل على رجوع الاستثناء لأحد الجمل لجميع الجمل أو لأحدها وهذا التوقف قال به كثير من الأشاعر منهم الباقلاني ومنهم الغزالي وجزم القاضي أبو يعلى أنه قول الأشعارية قال أبو المراكات يعني صاحب المسود المجد بن تيمية وعندي حاصل قول الأشاعرات يرجع إلى قول الحنفية قوله وعندي أن حاصل قول الأشاعرات يرجع إلى قول الحنفية لماذا؟ قال لأن قول الحنفية لأنهم يقولون نحن نتوقف بين قول الحنفية وبين قول الجمهور والحنفية يقولون يعودوا لآخر الجمل وقول الحنفية متيقا على القولين فيأخذون به وما زاد عن قول الحنفية مشكوكم فيه وهذا معنى قولي أبي البركات وعندي حاصل قول الأشاعرات يرجع إلى قول الحنفية طبعا هذا رأي أبي البركات بينما ابن عقيل يقول قول الحنف الأشاعر باطل بالإجماع فإنه بإجماع أهل العلم إن الاستثناء إذا تعقب جملا يجب العمل به وأنه جلي في معناه واضح فيه مبين فربما لم يلتفت لهذا المعنى الذي التفت إليه أبو البركات نعم وقال المرتضى بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين نعم قوله قال المرتضى هذا مرتضى الموسوي سمون الشريف المرتضى له كتب في الأصول موجودة وله كتب أيضا في اللغة وغيرها والمصنف تبع أو تبع الطوفي في نقل كلام المرتضى وقال المرتضى بالاشتراك اللفظي بمعنى أنه يكون كالقرء والعين كلام المرتضى هذا يعني أن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة باللغة أو بغيرها على الخلاف فإنه يكون مشترك الدلالة فيكون محتملا أن يعود للكل ومحتملا أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فيكون مشتركا بينهما الفرق بين قول المرتضى هذا وبين قول الأشاعرة بيّن ذلك الطوفي لأن الطوفي هو الذي عني بذكر قول المرتضى أنه يقول أن قول المرتضى هذا الشيعي أو الإمامي أنه وقف ترددي من باب التردد كالاشتراك اللفظي بينما قول الأشاعرة عفوا العكس أن قول الأشاعرة وقف ترددي بينما قول المرتضى الإمامي وإمامي يرى أنه قول توقف اشتراكي من باب اشتراك الألفاظ طبعا كلام المرتضى في كتابه الذريعة وصرح بهذا الكلام يقول في كتاب الذريعة الذي أذهب إلى طبعا في إيران الذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا وصح رجوعه إلى كل واحدة منها لو انفردت فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي وتجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة وأن لا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل أو عادة أو أمارة وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء يرجع إلى اللف ثم قال ولا خلاف في وجوده في القرآن واستعمال أهل اللغة استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة وعاد إلى أحدهما أخرى وهذا حقيقة إبطال العمل بالقرآن هذا حقيقة هذا القول إذا وجد هذه الأساليب اللغوية نعم مسألة مثل بني تميم وربيعة أكرمهم أكرمهم إلا الطوال للجميع نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني مما يلحق بالاستثناء الذي يعقب جمولا أن يقول هذه المسألة بني تميم أو بني تميم يعني نصبها على يعني تقدير أن يقول بنو تميم وربيعة أكرمهم فهنا عطف بين اسمين فليستها جملتين كاملتين قال أكرمهم إلا الطوال يعني إلا الذين يكونون طوالا منهم فلا تكرمهم وهذا الاستثناء يعود الجميع وهذا من باب التطبيق على ما سبق والتبين أن الجملتين لا يلزم أن تكون تامتين نعم جعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها نعم معنى قول أبي الخطاب يعني أنه جعل هذه المسألة متفق عليها ومجمع عليها هذه الصورة واستدل بهذه الصورة الموردة هنا على المسألة التي قبلها هذا معنى قوله جعله في التمهيد أصلا للتي قبلها والحقيقة أن هذه الجملة التي أوردها المصنف قالها ابن مفلح كذلك ثم قال وفيه نظر وهذا التنظير يدل على أنه يخطئ أبا الخطاب وما وجه تخطئته لأبي الخطاب قيل تخطئته لأبي الخطاب حيث ظن أبو الخطاب أن هذه الجملة لا خلاف فيها والسابقة فيها خلاف فكأنه يقول إن في كلا المسألتين إن في كلا المسألتين خلاف وهذا التوجيه ذكره صاحب التحبير له المرداوي هناك أيضا احتمال آخر وهذا الاحتمال عند الإسمندي من فقهاء الحنفية فإنه لما ذكر من قال مثل قولي أبي الخطاب وهو أن هذه الجملة ترجع للكل باتفاق قال إلا إلا أن لقائل أن يقول أكرمهم هي كناية عن الكل أو كتابة كناية عن الكل فيكون الاستثناء من هذا الضمير وليس استثناء من الجمل فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الجملة على الجملة السابقة إذن عندنا وجهان في تنظير ابن مفلح لهذه المسألة وذلك كان المصنف في الحقيقة ناقص فيحتاج أن نعرف تنظير بن مفلح وتوجيه تنظير بن مفلح في المسألة نعم آخر مسألة قال بعض أصحابنا ولو قال أمراد بعض أصحابنا هو الشيخ تقييدين رحمه الله تعالى في رسالة له في مسألة الأوقاف موجودة في مجموع الفتاوى لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع نعم هذه المسألة لا تعلق لها بالاستثناء مطلقا وإنما هي من باب المناسبة نبه لذلك بمفلح وقال إنها ليست ملحقة بالمسألة التي قبلها وفيه أنه لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فإن الضمير يعود للجميع وهذه المسألة قررها الشيخ في مسألة مسألة استفتي عنها في شخص وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده على أن من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن هو في درجته فأجاب عنها الشيخ تقي الدين في خمس كراريس عن هذه المسألة خمس كراريس وعادة الأوائل إذا قالوا كراسة ففي الغالب أنها كالجز ستة عشر صفحة نعم صفحة في غالب طريقتهم ومما قرر فيه كلامه هذه القاعدة اللغوية التي أوردها المصنف من باب ذلك وأطال السادس الشيخ موجودة في مجموع الفتاة ولو رأى جعت لها ستجد فيها استطردات جيدة نعم مسألة الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الأكثر خلافا للحنفية في الأولى وسوى بعض الحنفية بينهما نعم هذا المسألة وهي مسألة الاستثناء من إثبات وبالعكس وهو الاستثناء من الإثبات نفي ذكر مصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال القول الأول قول الأكثر وهو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية جزم به من الحنابلة الشيخ تقي الدين وجده والآدم وبن مفلح والطوفي والمرداوي وكثير منهم جزموا بذلك في الجملة إلا استثناء للشيخ سأورده بعد قليل الشيخ تقي الدين معنى قولهم الاستثناء من النفي إثبات يعني لو أن شخصا نفى شيئا ثم استثنى منه فقال ليس لك شيء إلا درهما فقوله إلا درهما هذا إثبات وإقرار بالدرهام لو أن رجل قال لزوجه أو عن زوجه لم أطلقها إلا طلقة فهذا إثبات لهذه الطلقة العكس وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي رجل قال ليس لك ألف إلا عشرة فنفى استحقاقه هذه العشرة هذا معنى قولهم إن الاستثناء من النفي إثبات قال المصنف رحمة تعالى خلافة للحنفية في الأولى أي أن الحنفية لا يرون الاستثناء من النفي إثبات وإنما يرون أن الاستثناء من النفي أن الاستثناء من الإثبات نفي فقوله في الأولى يعود للجملة الأولى وهي مسألة الاستثناء من النفي إثبات وهذا القول الذي حكى عن الحنفية في الحقيقة إنما حكى الرازي وربما غيره وأما الذي في كتب الحنفية فخلاف ذلك تماما إذ الذي في كتب الحنفية أنهم لا يفرقون بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات فبعضهم يوافق قول الجمهور ويقول إن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي وممن ذهب لهذا من الحنفية السرخصي في أصوله والبزدوي كذلك في أصوله فوافق الجمهور وأما أغلب الحنفية فإنهم يرون ما ذكره المصنف في قوله وسوى بعض الحنفية بينهما فأغلب الحنفية يقولون إن الاستثناء من النفي ليس إثباتا والاستثناء من الإثبات ليس نفيا معنى ذلك أن هذا الاستثناء لا يفيد إثبات الحكم ولا نفيه وإنما هو إخراج من الحكم الكل وبنان عليه فلو قال ليس لك شيء إلا دينارا لا يكون إقرارا بالدنار وإنما هو نفي للحكم عن الدنار لم يثبت به شيئا إذن هذا الاستثناء عند الحنفية لا يثبت به شيء وهذا القول الذي قلت لكم إنه قول حنفية ذكر طبعا بحث هذا المبحث في الرب على الرازي ومن تبعه في نقل قول الحنفية القرافي فقد ذكر القرافي في كتابه المهم في العموم هو العقد المنظوم قال سألت عظماء الحنفية وكبار مشايخهم عن ذلك فقالوا بأجمعهم البابان عندنا واحد لا فرق بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات فكلاهما لا يثبت عكسه عندهم فقط هناك فائدة نقل بن مثلح في حاشيته عن محرر اختيارا للشيخ تقييدين لطيف ويكون تقييدا للمسألة الكلية في مسألة الاستثناء من النفي فذقل عن الشيخ تقييدين طبعا الشيخ تقييدين في المسودة وافق الجمهور لكن في ما نقله عنه تلميذه في حاشيت المحرر فيها تقييد فذقل عن الشيخ تقييدين أنه قال طبعا في الجملة الثانية وهي مسألة الاستثناء من الإثبات فقال الشيخ الاستثناء من الإثبات نفي أو في حكم النفي ليست نفيا مطلقا بل هي نفي أو في حكم النفي قال فإنه إذا قال له علي عشارة إلا درهمين فإما أن يكون منكرا للدرهمين أو ساكتا عن الإقرار بهما وفي الحالين لا يلزمه باتفاق يعني فكأن الشيخ يقول الجملة الثانية قد يقبل فيها قول حنفية لكن مآله إلى حكم النفي نكون بذلك بحمد الله أنهينا ما يتعلق بالاستثناء نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل وتيسيره وإعانته الحديث عن باقي المخصصات ثم نكمن درسنا القادم في التخصيص أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر